للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر اسكايب من مرسين الأستاذ غزوان قرنف والرئيس تجمع المحامين السوريين أحلى أحرار أهلا بكم أستاذ غزوان إلى السوري الرافدين يعني بداية النظام السوري يقوم بتسليم قائمة بألف معتقل قتلوا على يد النظام في المعتقلات هل هو اعتراف رسمي من النظام بقتل معتقله ضمن السجون؟ يعني بكل تأكيد لا يسعى النظام لتقديم اعتراف مجاني إنما يسعى من خلال تلك القوائم وليس قائمة دارية وحدها من خلال عشرات القوائم الآن صارت مقدمة إلى دوائر السجل المدني يسعى إلى بزل جهد مضاعف لإغلاق ملف المعتقلين باعتباره أحد الاستحقاقات التي يعني يتعين النظر فيها أو الوقوف عنده وفق حتى ما تم التوافق عليه في محادثات أستاني سابقا بالإضافة إلى مسار جينيف نفسه يعني يتعين البحث في موضوع ملف المعتقلين وبالتالي إنهاء عذرا صد غزوان يعني إنهاء ملف المعتقلين أي الاعتراف من قتل ويخراج من بقي على قيد الحياة؟ يعني يفترض طبيعي يعني عندما سيساءل عن ميتين وخمسين ألف معتقل يعني ستكون الإجابة هي إطلاق صراحة أو لا لكن بما أنه يعني قتل تحت التعذيب يعني العشرات الآلاف يعني أنا بتقديري العدد سيصل إلى أكثر من خمسين ألف ضحية يعيد عما تم أعدامهم وفق ما ورد في تقرير سابق لأمنيستي ويعني كل هذه الأعداد يجب أن يقدم عنها إجابات هذه الإجابات هو يستبق الأمر الآن ويدون على أن هؤلاء كانوا قيد الاعتقال وتوفوا لأسباب يعني إما زبحة صدرية أو قلبية وإما يعني ربو أو كذا خمسين ألف زبحة صدرية أو سغزوها؟ نعم خمسين ألف زبحة صدرية قتل فيها معتقلون؟ تماما يعني ماذا سيبرر؟ لذلك هو السؤال أين هي جسس هؤلاء المعتقلين؟ هذا رقم واحد يعني يفترض أن يسلم الجساس ثانيا يعني يجب أن يكون هناك مسعى لوجود لجنة طبية دولية يعني تكشف على تلك الجساس وتحدد أسباب الوفاة حتى نكون أمام يعني تحديد مسؤوليات بطبيعة الحال المسؤولية قائمة على السلطة يعني حتى لو لو توفوا هؤلاء دون تعزيب فهي مسؤولية السلطة أن تقدم لهم حسن الرعاية والصحية يعني بالتالي هي تتحمل مسؤولية لكن هؤلاء لم يتوفوا وفاة طبيعية هؤلاء كانوا ضحايا لعمليات تعزيب ممنهج في الأقبية السورية بنقطة ثانية وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن نيتها إنشاء مراكز لمن يرغب بالعودة الطوعية إلى الأراضي السورية ويبدو كأنها عملية مصالحة فيما بين النظام ومع اللاجئين الموجودين في الدول الجوار إلى أي مدى برأيك من الممكن أن تصم هذه الخطوة في حال تمت بعودة اللاجئين إلى أحضان النظام هل هي عودة آمنة أم أنها عودة غير آمنة كما يقول الاتلاف لا بطبيعة الحال يعني لا تتوفر أي معطيات تؤكد أمكانية العودة الآمنة للاجئين طالما ما تزال سلطة العصابة التي هي مسبب لخروج هؤلاء ووجودهم في دول أخرى كلاجئين أو كنازحين ضمن مناطق أخرى في الأراضي السورية يعني ما لم يزول المسبب لا يمكن أن يكون هناك عودة آمنة وطوعية للاجئين أنا أتحدى هذا النظام والسلطات الروسية حتى أن يعود خمسة آلاف لاجئ ممن هم موالون الآن لنظام الأسد يعني هناك آلاف من اللاجئين موجودين في الدول الأوروبية وهم موالون للنظام ويخرجون حتى بمسيرات تأييد للنظام أنا أتحدى أن يعود هؤلاء إلى سوريا لن يعود أحد يا أخي وصلت الفكرة لأستاذ غزوان قرنفر يستحجم مع المحامين السوريين الأحرار كتبا عبر سكايب من مرسين شكرا جزيلا لك